يعني ما تشتغل وقت شوية عايزين ديمقراطية عايزين حياة زياسية كافح بقى وناضر إنما أنا بقالي قد إيه بقالي عشرين سنة بيتقالي نفس الجملة أننا في العام الأول من الديمقراطية المصريين مازالوا يختبرون إذا كان ينفعوا للديمقراطية ولا لا يا عم إحنا لسه وإحنا أصل الشعوب ديت ما ينفعش تبقى ديمقراطية لا أصل الشعب ده ما ينفعش يحكموا حكم ديمقراطي ده الشعب ده لازم يبقى إحنا اللي بنحكم على نفسينا يعني إحنا اللي بنحكم على نفسينا كده مش حد من بره طب انت أعظم من كده انت أقوى من كده إنما تيجي بقى في مواقف تانية يقولك أنا المصري اوعي الشج أنا اللي قدر طب ورينا يا عمي روحي أنا ما قلت لك شي اطلع الجبهة قلت لك روح اللجنة الجبهة دي ليه رجالاتها بتاعتنا لا ينتموا لأحد ولكن ينتموا لمصر بيدفعوا عن البلد دول للجبهة رجال تحميها والليام الجاية دي الرجالة دي اهو جملة واضحة ايه الليام الجاية دي هتعرف انت دور الرجالة دي ايه إنما أنا لا أطلب منك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة لا أطلب منك أن تحرر البلاد محررة لا أطلب منك أن تبني السد السد قد تم بنائه أنا أطلب منك شيء واحد أن تذهب إلى اللجنة والحملاء أعرف فكرة ايه عشرة ايه أنا بخش كده عشرة دي واطلع من ناحية تاني خلال تشيك سلام روح بيتك بقى وإنت حاسس أنت عملت الشيء اللي المفروض تعمله قعب بقى بتفكر هو بقى كده ايه ولا أهو ديني يا لازمة أنا أظن أننا الشعب الوحيد في العالم اللي بيفكر في جدوى الانتخابات أنا معرفش شعب تاني يعني يعني تخيل أنت لو روحت لمواطن فرنسي أو انجليزي أو ألماني أو أسترالي أو نيزيلاندي أو نرويجي أو زي ما أو أرجنتيني أو مكسيكي أي حاجة وسألته عن جدوى الانتخابات حيبص لك كده بصة غريبة جدا وات جدوى الانتخابات ده أنا حضرت بسوء إسراء مرة انتخابات غريبة جدا والله وقيت طبور طويل والدنيا وقفة ايه يا عم فيه ايه قالك بلدية جينيف عايزين يبنوا كبري تاني بلدية جينيف عايزين يبنوا كبري وبيسألوا الناس نبني الكبري ولا لا طبور أنا قلت بقى تعرفين سويسرة دي بيحكمها مجلس رئاسي اللي هو يعني يعني بيه عدد كده من البشر كل شوية بفيه حد فيهم رئيس فقلت له معلش الطبور ايه ده رياسة أنا بقى متعود بقى ندير رياسة وبتاعه وزحمة ومش عارف ايه وبتاعه جينيف دي اصلا تعدادها نص مليون فلما يوقف طبور كده يبقى ده نص البلد ايه يا جماعة قال لك يا سلو عايزين نبني كبري وبنسأل الناس اذا كنا نبنيه ولا لا عشان فقلت له لي قال لي عشان بيتدايقوا يعني انه كبري يدايق او او يزعجهم او كده فانا بقى ما بقولش ده انا بكلمك على مستقبل بلد مش مستقبل كبري ارجوكم لنفسك وانا عارف دي بالدينة وليس لمصر وليس للتاريخ وليس للارقام ولكن يا اخي ده مستقبلك ومستقبل عيالك ومش عشان نكيد العوازل ومش عشان الاخوان ما يشمتوش فينا يقول على الاخوان برياساتهم بسلطاتهم ببغنوجهم بفيديواتهم ببقياهم بغزاتهم ببرازهم يولعوا ده مصر يعني ده مستقبل مصر فحضرتك الناس دي تنزلت قالت والله صوت يا هو بتا طلعوا كتير طلعوا قليلين تحت أمر بس انا بقى المحكة بتاعي بقى ان شاء الله يوم عشرة حداشر اتناشر نقي زي ما انت عايز بس حسسني that you care ان انت مهتم ما انت لو مش مهتم وعلى فكرة انا عندي اربعين شماعة ممكن انت عادك في البيت لو عايز يعني يعني لو عايز نقل بالحوار كده وقولك اربعين شماعة انت ليه ما تنزلش عندي ليك اربعين شماعة ارمي الشماعات وتخلص من مصنع الشماعات واذهب والبس البدلة من فوق الشماعة وانزل اعمل انا لا مهتم انك تغني ولا مهتم انك ترقصه ولا مهتم ان انتو تعمله لقاءات مع الفضائيات انا مهتم لحيك تحط صوتك وتروح كفيش دي حكاية حكاية اللي بعد كده النهاردة